يبقى احنا عرفنا كده ان فيه فرق بين وبين اللوكيميك بلوت اللوكيميك بلوت بيبقى فيه عدد محدد من الخلايا بنلاقي فيه change في العدد ده الاخبطة وغالبا بيبقى فيه uncontrolled production of the white blood cells في اللوكيميك وزي ما قلت في الجزء اللي فات ساعت تظهر لنا خلايا غريبة الخلايا دي اصلا مكتش موجودة في prefer blood اسمها البلاست cells غالبا الخلايا اللي بتظهر فيه حالات الأكيوت لوكيميا بتبقى immature ودي هنتكلم عليها ونشرحها بالتفصيل هنا عرفت ان فيه خلايا ظهر اسمها بلاست cells